تشايف ان المدرب المصري الاجنابي سوري في الاهل والزمالك ولا اهل منتخب طيب المنتخب انا انا قلت قبل كده ان برضو ميال المدرب الاجنابي لكن مع كابتن اهاب جلال برغم ان ده يعني عكس طموع انا لكن بشوف ان الضغط على انت شوفت كابتن حسان بدري اما مسك المنتخب شوفت كابتن اهاب بس يا ناس سايبك كابتن اهاب بس عشان اول ماتش اه دي حقيقة فالضغطات بتبقى كبيرة جدا وممكن فيه ناس كتير متقدرش تتحملها من رائبك النبي بيبقى يعني زي ما بيقول اه يعني بعد دماغوا ان الحاجات دي ومركز في شغل بس بتمنيتها فيه للكابتن اهاب وان شاء الله بإذن الله يقدر يحقق المطلوب منه يعني وصول لكسر امم وبرضو تصفيات كاس العالم اللي جاية ان شاء الله يبقى له دور بإذن الله فيها بس الناس تبقى يعني هادية شغل اه واحدة واحدة كده لان الراجل لسه لأول مباراة معاكوا ان المباراة كانت سيئة شوية بتاعت غينيا اه يعني لكن ده لسه اول مباراة واول تجمع واول محاضرات ان هو يوصل للناس وجهة نظره وطريقة اللعب ومدرب لمدرب خلي بقى كابت اسلام انت انت تمرنت ولعبت مع مدربين كبار جدا لما بيجي مدرب ويجي مدرب تاني يغالي الفلسفة محتاجة وقت فالناس بس ان شاء الله كده يعني تساعد كابتن اهاب وادعمه ان شاء الله بإذن الله يعني يحقق المطلوب ويحقق كمان المعادلة فان احنا نقدر نوصل لمنتخب مصر الاداء اللي كان بيقديه كابتن حسن شحاته ونوصل لنتاج اللي وصل لها كابتن حسن شحاته وكابتن جوار ان شاء الله يعني عايز برضو واحنا بنتكلم عن المنتخب شفت اداء منتخبنا ازاي مبارح في مباراة زي ما انت قلت يعني انا في وسط المباراة تعبت يعني زهقت بجد والله مش بحذر يعني من المرات القليلة في حياتي ان انا انا اعب اتفرج على مباراة لكرة قدم مهما كانت المباراة ما هو انا زهقت مثلا من مباراة لسه كنت بحكي مباراة مش عارف مباراة ايه في اوروبا كنت اعب اتفرج علي وزهقت منها برضو اه في اه بتبقى ساعات كده لكن انباراة افتتعدت او زهقت من شكل الاداء بتاع المنتخبين انا يعني معرفش طبعا ده وجد نظرك انت ايه اه لا هو الاداء انا يعني ما كنتش متوقع ان الاداء هيبقى افضل من كده اه يعني بالتأكيد لسه الناس كابتن اقاب مش هيجي في يوم وليلا يغير الشكل والطريقة ويبقى اداء ومحتاجة بعض الوقت لكن كنت برضو متصور انه هيكون افضل من كده شوي خاصة ان المجموعة دي هي اللي كانت بتلعب برضو ايام كيروش ولسه كل باسماء كبير اه ولسه التصفيات خلصانة من وقت قريب يعني ما فيش الجاب الكبير اللي يعمل الخلل في الاداء ده لكن مباراة خرجنا منها با اه يعني با احسن الحاجات الوحشة نحن اكتسبنا اللي جاي بقى نبتدي نبص ونشوف والتغير والطريقة والطريقة اللي يتحسن اداء اللي ممكن ان شاء الله بإذن الله مع كابتن اهاب جلال يتطور يعني لكن انا كنت في الستاد مبارا اه حقيقة فعلا كنت عايز امشي بنشطين اه يعني لا لا دي حقيقة مكتين اهاب يعني لكن لكن عنده عذر كابتن اهاب وعنده كل الدعم وكل الامنيات ان شاء الله ان هو يقدر في وقت قليل يقدر يوصل للمحصلة اللي احنا بنتكلم عليها ان هي بقى فيه اداء كويس ويبقى فيه نتيجة كويس اني خلي بالك برضو فكرة ان الناس تقول ان مش شرط الاداء اهم حاجة نتيجة كلامنا مش في كورة انت عشان تعمل اداء كويس هيوصلك نتيجة كويس فانت الاول تركز على الاداء وتركز على ان انت تطور او توصل لاحسن توليفة ان هي توصل لك الاداء الكويس في الملعب هيوصلك ان شاء الله بإذن الله للنتيجة اشتركوا في القناة